ترجمة نانسي قنقر التي علت إطار مرمى الحارس ليمان اتحاد الحراش كان الأقرب إلى فتح باب التسجيل لو استغل سلة هذه الكرة في العمق وجها لواجه مع حارس فريق شبيبة بيجايا قاسم شاهدوا ماذا ضيع السلة أفضلية اتحاد الحراش في المباراة تواصلت وكانت هذه الهجمة المنسقة على الجهة اليسرى وبقيادة قائد الفريق يونس الذي يراوغ بامتياز ويوزع هذه الكرة سلة في المكان المناسب هذه المرة ويمضي أول آداء في اتحاد الحراش في الدقيقة الخامسة عشر من بداية المباراة حتى تخلص يونس من المدافع كان بطريقة رائعة وسلة مع شباك شاغر يمضي الهدف الهدف وهي نتيجة المرحلة الأولى التي أعلن بعدها الحكم عشوري عن نهايتها بتفوق الاتحاد وبهدف مقابلاته في المرحلة الثانية واصل الاتحاد في السيطرة فكاد عزي بهذه الراسية أن يخادع شبيبة بيجاه لكن قاسم في المكان المناسب الحكم عشوري أعلن عن ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة والخمسين بعد عرقلات يونس على الجهة اليسرى وداخل منطقة العمليات تقدم لتنفيذ الدربة بمشرة بامتياز يوقع الهدف الثاني في الدقيقة الخمسة والخمسين من بداية المباراة انطلاقة جديدة بالنسبة لشبيبة بيجايا وأماضا يضيع وجها لوجه مع قاسم الدقيقة السبعون شهدت هذه المحاولة من جانب فريق اتحاد الحراش الذي ضيع في مناسبتين قبل أن يتمكن بمشرة بعد التدخل من قاسم في المرة الأولى على كرة أماضا بمشرة يراه ويسدد ولكن المدافع لم يجد سبيل إلا إيقاف الكرة باليد وبالتالي ضربة جزاء لفريق اتحاد الحراش مع طرد أبرز عنصر من جانب فريق شبيبة بيجايا شحيمة بالبطاقة الحمراء الدربة امبر لها بالقروي بعد هذه الإعادة ويوقع الهدف الثالث لفريق اتحاد الحراش في الدقيقة الثانية والسبعين بالقروي على طريقة بانينكا وقع الهدف الثالث لفريقه ويؤكد بأن الاتحاد بدأ يعود تدريجيا في بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدم النتيجة كادت تكون اثقل لو استغل الصلة هذه التنائية مع أماضة وجها لوجه تقريبا مع قاسم لكن الكرة فوق إطار المرمى وانتهت المباراة بفوز ثمين لاتحاد الحراش وعلى شبيبة بيجايا أن تراجع الكثير من الفصابات الحمد لله كما نقولوك ونا رجل الماتش فاصيل في دوسيانه وانمركنا لديو عطار البت هذا نسا فاصلتنا ولعبنا آلز وستطيع التنبيه وإن شاء الله نكملوها كا باش نفرحو لانصار تعنا هذا طراء بوان كنا شغول ماحتاجين لها بزاف في ليمون وفي رزلطات دنيا مع ديبي إن شاء الله بربي كما يقولوك دي بارتعنا كان مع العلماء وكملنا في هذا المنوان إن شاء الله بربي وفقنا وكملنا في ديبان لزيل